السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن سلطة المال المال اما ان يكون لك واما ان يكون عليك نعود الى القرآن العظيم ويحكي لنا عن قصص لنمادج بشرية تعاملوا مع المال منهم من وضفه توظيفا حسنا كان ينفقه على حقه بما يرضي الله فرفعه الله تعالى مقاما عليا ومنهم من جمع المال واكتنزه وصار يفتخر به بين العباد فكانت عاقبته السوء والعياذ بالله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الانسان مالي مالي وليس لك من مالك الا ما اكلت فأفنيت وما لبست فأبليت وما تصدقت فأبقيت وما بقي فهو لغيرك فالمال هو السلطة عظيمة اما ان ترفع مقام صاحبها الى اعلى عليين واما ان تنزل به الى اسفل سافلين والعياذ بالله نتناول هذا الموضوع من قبيل القصة في القرآن العظيم ربنا يروي لنا القصص ونأخذ قصة قارون التي فيها عبر ودروس متجددة من هو قارون وكيف كان يعيش وماذا فعل الله به قارون هو من اتباع سيدنا موسى الكليم عليه السلام وقصته تضل في بني اسرائيل هم اليهود الذين عاشوا مع سيدنا موسى عليه السلام وشاهدوا انفلاق البحر بام اعينهم معجزة مادية امام مرأة عينهم فازددوا ايمانا فلا يقبل منهم ان يخطئوا لان الله تعالى اطلعهم على المعجزات البينات كيف كان قارون فقيرا ثم تحول الى غني ثم الى مليونير ثم الى ملياردير ثم الى قارونير وعوض ان يشكر المولى عز وجل على هذا العطاء وعلى هذه الساعة اذا به للأسف يتخذ موقفا مضادا للقيم وللدين ولمصلحة الناس وبالتالي ستكون خاتمته السوء والعياد بالله ربنا عز وجل حكى لنا هذه القصة لكي نستفيد منها ليس للتسلية وتمر الوقت بل لما فيها من العبر والدروس المتجددة رواها ربنا سبحانه وتعالى في سورة القصص تعالوا بنا ايها الاحب الكرام باجاز واختصار نتناول حقيقة هذه القصة ونستنبت منها العبر والعضات وسوف يكون لكم الكلمة ماذا استفدتم انتم ايها الاحب الكرام ماذا استفدتم من قصة قارون يقول ربنا عز وجل بعد اعود بالله من الشيطان الرجيم ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصمة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين قال انما اوتيته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا متل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم يا ليت لنا متل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم وقال الذين اوتوا العلم وي لكم تواب الله خير تواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا انمن الله علينا لخسف بنا وي كأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ايها الاحب الكرام هذه القصة الحقيقية والواقعية والاجتماعية التي ذكرها القرآن العظيم اراد ربنا عز وجل ان نتخذ منها اسوة وعبرة قارون هو في الحقيقة نموذج للبشر الطاغي انه يمثل القوة الاقتصادية الطاغية في وقته قارون اعطاه الله القوة الاقتصادية وبدأ يبحث عن النفوذ السياسي لحماية ثروته هذه قاعدة معروفة منذ زمان كل من عنده ثروة اقتصادية سياسية ربما يخاف عليها ربما يهدده اسحاب السلطان ربما يبتزونه فيريد ان يحمي يحمي ثروته الاقتصادية فيلجو الى عالم السياسة لكي يحمي ثروته هذا امر مشروع في الاصل اذا كان الانسان يريد بذلك الخير هذا ما فعله قارون هو في الاصل قارون مدكان كان رجل فقير جدا ولما سمع بنبي الله موسى عليه السلام امن به واتبعه وطبعا الانبياء لا يتبعهم الا الفقراء في الغالب الفقراء هم الذين يتبعون الانبياء والمرسلين كما قال ربنا عن قوم نوح ما نركت تبعك الا الذين هم اراذلنا باديا الرأي وما نرى لكم علينا من فضل في الغالب العام اما الاصحاب التراء واصحاب الاموال فيزهدون في الدين حتى ان الجنة اكتر اهلها من الفقراء حتى ان الفقراء يسبقون الاغنياء الى الجنة بخمسمائة سنة بنصف يوم وان يوم عند ربك كالف سنة مما تعدون طبعا الا من كان فقيرا الفقراء الى الله كده بعد الاغنياء اغنياء فعلا عندهم اموطائل ولكنه فقير الى الله هدو الاسياد هدو الاخيار هدو الابرار المال يجمعه ويضعه في يده اما قلبه فيكون خالصا لله كده سموا الفقراء الى الله رغم انه غني قارون كان فقير في الاول وسمع دين موسى عليه السلام وكان مع بني اسرائيل وصار يحفظ التورات اي نعم حتى صار بارعا في تلاوة التورات كان اقرأ بني اسرائيل اقرأهم للتورات وكان احفظهم للتورات والتورات هو الكتاب المقدس المنزل على سيدنا موسى عليه السلام وكان الشديد العبادة كان الشديد الصيام وكان الشديد القيام حتى فاق جميع اقرانه من بني اسرائيل حتى انه اراد ان يختلي ان يسمح ولي يفارق الدنيا اعتزل الناس ذهب الى احد الجبال وصار يتعبد ربه انا ذاك وبقي على هذه الحال لكن قارون والعياد بالله سوف يتسلط عليه ابليس نطلب الله السلام والعافية ايها الاحب الكرام من تسلط ابليس اياكم اياكم احذروا منه ابليس دكي ابليس غاية في الدكاء منك يبغي يجنب له احد الى الضلال ركيجه بطرق مختلفة ومتلونة وهو في الجبال يتعبد ربه استدرده ابليس بدأ يستدرجه حتى تمكن مذه وبدأ يزين له الدنيا ويزين لها متاعها ويحبب اليه المال ويحبب اليه السلطة فبدأ قارون في دعواته عوض ان يدعو الله ان يغفر له وان يتوب عليه وان يدخله الجنة صار كل دعائه اللهم اغني اللهم ارزقني المال الوفير والمال الكثير يا رب مال من السماء ومن تحت الارض ومن اعباق البحار بدأ يدعو الله تعالى كل دعاوة للمال مع ان المؤمن عليه ان يدعو للمغفرة يدعو للتوبة يدعو للصلاح يدعو بحسن الخاتمة واذا طلب المال فليقول الله ارزقني ما يكفيني ولا ترزقني ما يطغيني لكن ابليس استدرج قارون فبدأ يطلب المال كثير الكثير حتى اغناه الله تعالى حتى قيل بانه مرة كان سند موسى مع اتبعه وقال لهم هذه الساعة في الدعاء مستجاب اللي بغي يطلبشي حاجين يدعي بها رب غا يعطيها له وكانوا الصالحين من بني اسرائيل بعض الصالحين كانوا كيطلبوا لي كان مريض كيطلب الله الشفاء من البارس او من السرطان او غيره واللي كان عنده عنده عقم اللهم ارزقني درية طيبة اللي كان عنده بنات اللهم ارزقون ازوى الصالحات اللي اطلب الله تعالى المغفرة اطلب الله الجنة لكن قارون قاول الخر فقال لها ادعو مما تشاء يا قارون فقال ادعو الله تعالى ان يجعلني اكثر الخلق مالا بغي تكون انا الاغنى فهو يسمى القارون فيقال هناك المليونير وفوقه هناك الملياردير وفوقه هناك القارونير يعني ليصل القمة هذا لا احدى وصلني في التاريخ حتى اترياء الكبار في العالم لا احدى وصل الى ما وصل اليه قارون لأنك نعنى سبع طوابق تحت الارض وسبع طوابق فوق الارض كلها ذهب وفضة والماص ولؤلؤ ومرجان وغيرها لما اغداه الله تعالى سوف يتبدل حاله فقارون اعطاه الله تعالى الاسباب اعطاه انه تملك العلم والمعرفة في طرق جمع المال لان هذا اقتصاد علم الاقتصاد علم الاستثمار هناك علم واعطاه الله تعالى اساليب التمويل وعرفه بطرق الاستثمار وعلمه الكيفية دي الحفظ المال وحمايته ومضاعفته لان المال سيكتعلم اولا كيف تجمعه اولا ثم كيف تستثمره ثم كيف تحفظه ثم كيف تحميه ثم كيف توسعه هذا العلوم الاقتصادية هذا هو دورها صار له علم طويل وباع طويل في علم تجارة وفي علم الاقتصاد وبرع في الزراعة وفي الفلاحة وبرع في الصيد البحري وبرع في كل الوان الوان الجمع المال واشتهد وربنا كان يعطيه كان في وضع الدولة التراب يصبح دهما وفضة ولؤلؤ ومرجان لانه دعا دعوة كانت ابواب السماء مفتحة فتح الله عليه ابواب الثراء الفاحش وامتلك الذهب وامتلك الفضة والمعادل المختلفة حتى ان ان المشكلة التي عانى منها قارون هو انه لم يجد اين يضع ماله فذيرا مشكلة كالي عنده المال كثير ولا يدري اين يضع المال بل منهم من لا يدري كم يملك عنده اموال طائلة متفرنقة هنا وهنا وهناك طروات مختلفات مشكلة قارون ان الحجرات لابنها باش يخبف فيها الاموال ايام زمان لم تكن هناك ابنك وانما كان حجرات انسان يدري حفرة في الارض ولكن يدري شي مكان اللي هو معيد عن الانظار هو بنا 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 حجرات بنا بنا دي هونجار كبار مش يخبفهم التروة ديالو دار سبعة تحت الارض ودار سبعة فوق الارض ولكن المفاتيح دين هال الحجرات كان يصعب حملها حتى من مجموعة من الرجال الاشدة جاب رجال لهم اقوية يعني مفتولي العضلات الدور ديالهم يالله كدور المفتاح كما قال الله تعالى واتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصمة اولي القوة يعني اصحاب القوة يتعامون في ادارة المفاتيح لك ان تتصور ولك ان تتخيل مقدار هذه الثروة وقال لك واتيناه اتيناه من الكنوز يعني ان الله اللي اعطاه رمشي بالتدبير دينه ولكن الله افتح عليه خزائن تروى دينه واتيناه من الكنوز سمها كنوز لماذا سمها الكنوز الكنوز هو المال الذي يتم اكتنازه ولا يخرج منه زكاته انه يسمى كنزا يتم اكتنازه تحت الارض وبقي هكذا قارود اصبح يعتزل مجالس موسى عليه السلام وبدأ يحب عيشة الاترف ويلبس الملابس الفاخرة ويسكن القصور قيل بان له كده قصر من سبع طوابق وفيه ثلاثمائة وخمسين غرفة يعني محل القصر الان لكن في مريطانيا يعني الاسرة المالكة في مريطانيا من اعجب البيوت في الدنيا لكن هذا ايام زمان يعني سبعالاف سنة من عصرنا هذا سبعالاف سنة الى الماضي سبعات طوابق وكل وفيه ثلاثمائة وخمسين غرفة وكل غرفة يمحل هونجار كبيرة وفيه الخدم والحشم والعبيد وانواع الاطعمة الملدات دي الدنيا كلها كان يستمتع بها وبدأ يفرح بنفسه بدأ يفرح بنفسه وحتى بعض الصالحين من بني اسرائيل اللي كانوا مع سيدنا موسى عليه السلام وبقوا على حالهم وبقوا على العبادات وبقوا على التواضع وبقوا على الاكتفاء بالقليل كانوا يجيون عندهم يقولون يا يا قرون لا تفرح ان الله لا يحب الفريحين ان المقصود بالفرح ليس الفرح والبشارة وانما المقصود به هو البطر والافتخار لا تفرح اي لا تبطر بما اعطيت ولا تفتخر على غيرك هذا الفرح اللي يخلل الانسان يشعر بالكبرياء والخيلاء اما الفرح المطلوم هو الفرح الذي يخلل الانسان يشعر بنعمة الله عليه لكن الفرح المذموم هو الذي ينسي الاخرة ويؤدي الى البطر والغرور هذا فرح مذموم جو الصالحين من بني اسرائيل قال لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض هذه النصيحة اللي اعطوه الصالحين من بني اسرائيل قال لي ليكن غرضك دم تجمعتي البال ورب يعطاك وهذه نعمة دم اشخصك الدير خصك ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة لتكون همتك مصروفة لرضاء الله لتحصن تواب الله في الدار الاخرة بالايمان والعمل الصالح والانفاق بهذا المال على الفقراء والمساكين والتوسع عليهم وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة لا تنسى نصيبك من الدنيا يعني لا نقول لك غد عد زاهد غد تلمس المرقعات وتشح في القدمين ابدا لا تنسى نصيبك من الدنيا تتكون عندك نصيبك من الطعام والشراب والملبس والبيت الفاخر والخدم والحشم خد لك نصيب من الدنيا لا تنسى نصيبك من الدنيا هذا هو هذا المحور الاساسي وأحسن كما أحسن الله إليك وانت اخدامك تشتغل دائما تهدفه إلى الإحسان أن تحسن في عملك تحسن في أقوالك تحسن إلى الناس كما أحسن الله إليك كما أحسن فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي ربنا عز وجل كل صنيعه معنا بالإحسان أعطانا السمع أعطانا البصار أعطانا العقل أعطانا الصحة والعافية أعطانا الوالدين أعطانا الإخوة والأخوات أعطانا الزوجات اعطنا الاولاد اعطنا المال اعطنا الايمان اعطنا الكثير سبحانه وتعالى وان تعد دعمة الله لا تحصوها واحسن كما احسن الله اليك ورب دائما محسن كما احسن الله فيما بضى كذلك يحسن فيما بقي بإذن الله يختم لدولكم بالحسنة ثم قال لي ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين اياك ان تستغل هاد ثروة وتستغل هاد المال الوفير فتفسد في الارض وتشجع المفسدين وادر حولك واحدة الدائرة للفساد مش تحمي نفسك وهما يدافع عنك هؤلاء ربنا لا يحبهم ان الله لا يحب المفسدين هذه وصايا قالها الصالحون من بني اسرائيل وارادوا به خيرا نصحوه ان يتصدق من هذا المال ان يعطي المحتاجين وان يطعم الجياع ويكسو العورات لكن قارون اعتبر بان هذا الامر تدخل في الشؤون الشخصية وقال لهم ان هذا المال اراني ماشي انزل عليهم من السماء هذا المال اراني تعبت واشتغلت بالليل والنهار واكتسبته بعرق جميلي وبعلمي وبدكائي قال انما اوتيته على علم عندي كان يتمهى بالعلم على علمي عندي يعني كيقول الصالحون كيقول لك ثلاثون من المهلكات انا ومعي وعندي اياكم ايون احب الكرام هذه الكلمة ثلاثة احذروا ان تتقوا بهم او تكلموا بهم انا ومعي وعندي لان اللي قالوا هذ الكلام كلهم والعيد بلا العاقب كان السوء اللي قال انا قالها قالها ابلس قال انا خير منه خلقني بالدار وخلقه من طين فكذا اللعنة بقيت وراءه الى يوم الدين وقالها فرعون قال انا ربكم الاهل انا فاغرقه الله في اليم وعندي عندي قال قرون قال انما اوتيته على علم عندي يعني بعلمي اكتسبته بثقافتي وبدكائي لم ينسب ذلك الى الله شف سيد مريم كلما دخل عليها زكرياء البحرام وجد عندها رزق قال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب المؤمن الصادق يقول لكل حاجة دي الله هالدار هي دي الله ولا طهلية هالسيارة دي الله طهلية هالمنصب دي الله طهلية هالولدات دي المولادة هو لدعم علي دائما ننسب الاشياء الى الله انا ومعي وعندي لقال انا ابليس وفرعون دمرهم الله واللي قال عندي هو قارون سوف نرى ما سيقع له واللي قال معي هو همان همان قيقول معي معي فرعون ومعي الزبانية ومعي دائرة المعارف ودائرة السلطة فوقع له ما وقع هذا التباهي ربنا ينهى عنه من صفات المؤمنين انهم لا يتباهون مهما وصلوا الى العلم او وصلوا الى الثروة او وصلوا الى المناصب كيقول ذلك من فضل الله هذا عطاء الله وربنا عز وجل اراد ان يختبرنا كيقول اللهم ووفقنا لاستثمار هذا العطاء والتكريم فيما تحبه وترضاه وبقي هكذا قارون يفتخر باشتهاده وكده لانه جبع المال ورد عليه الله تعالى على الاعتقاد الفاسد وقال اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جبع ربك يقول يا قارون ردازو في القرون السابقة رتاريخ المشاري طويل رفي ما لا يلسم رفي حضارات وثقافات وفي شخصية مهمة دازو من هو واشد منك قوة واكثر شبع كالكثر من قارون واهلكهم الله تعالى من الامم الماضية بسبب ذنوبهم وخطاياهم وهذا غادي يكون قارون غايمداء غايمداء يقترب من فرعون غايترك موسى عليه السلام وغايمداء يقترب من فرعون وغايمداء يحاول يغازله حتى ان فرعون قرمه اليه وعطاه واحد منصب سياسي كبير باش يحمي الثروة ديالو ويحمي السلطة ديالو اصبح وزيرا لشؤون العبرانيين لدى فرعون الوزير المكلف بالشؤون العبرانية لدى فرعون وبقي كلابهده هذا يعني هو رامع موسى وقومه ولكن هو يرد مع السلطة العليا فرعون وزبانيته امتى غيروا يقع المشكلة الاكبر لما سيد موسى عليه السلام غير فرض عليه الله تعالى الزكاة لان سيد موسى في اللول فرض عليه الله تعالى العبادة تقوص العبادة دي الصلاة فالصلاة يقوم بانناس كلهم ثم فرض الله عليه الصيام فكان منو اسرائيل يصومون فكان قارون يصوم معهم لكن لما فرض الله عليه الزكاة هنا غير يبني سيدنا موسى جمع القوم ديالو وقال لهم ان الله تعالى قد فرض عليكم الزكا ان على كل الف دينار دينارا وعلى كل الف درهم درهما وعلى كل الف شاتين شات هكذا بدأ كل الف دينار خرج من دينار عندك الف درهم خرج درهم عندك الف شات خرج شات ومقي هكذا فالنسل هميا عندهم امولا لقد الحال عنده عشر الف دينار كي خرج عشرة درهم عشرة درهم عنده لقسم لكن قارون عنده مال وفير مال وفير عنده ملايير من اللي يحسبها بتليه كثيرة جدا مثل اموال طائلة فاستكترها كيف يمكن ان يضحم هذه الاموال ويعطيها الفقراء لم تطاوعه نفسه جا عنده ابليس وابليس كي تسلع للإيسان الله يحفظ وإياكم من ابليس الله يحفظ وإياكم من وساويسه ومكائنه را وخدكن دكي وخدكن كتف من جميع الجوانب امليس اخطر منك اخرج ابونا ادم وامونا حواء من الجدة جا عند قارون ابنك يوسوس له فشحت نفسه ولم تطاوعه على اخراج شيء من الاموال ثم غد يبدأ قارون يتحول من رجل مضاصر لسيد موسى عليه السلام كذا بالاتبع دياله غد يعود رجل مضاض ومعاكس ومحارب لسيد موسى ولك يجبع الناس ويقول لهم ايها الناس ان موسى هذا الذي جاء يأمركم بكل شيء وانتم تطيعونه اليوم جاء يأمركم باخذ اموالكم اليوم الاموال ديالكم غير ديالكم فقالوا له ماذا نفعل قال علينا اننا ندبر له مكيدة جمعوا واحد المجموعة ديال مدبدبيد قال لما غدروا الواحد المكيدة لموسى ذيك الشعبية اللي عنده عنده ابناء الشعب وذيك المقام اللي عنده قنحيدوها له هذه معروفة اي واحد عنده بدك يقول او اشياء فقل كان حيدولي الشعبية دياله وكان تفع قال لي هذا نفعل قال ليش ليه الطريقة اللي غدستعملوها قال ليه غدروا لي واحد قضية اخلاقية حدما الانبياء والمرسلين والصالحين والدعاة اللي بيتقضيع له كان تلفق لي تغبة اخلاقية يعني بلا سرقاء ليس هبوه المال بلا طموح سياسي ليس هبوه الكراسي ولكن ممكن تعطيه واحد تغبة اخلاقية فقالوا غلصقوا في موسى واحد تغبة اخلاقية وجموا واحد المرأة معروفة كانت اية في الجبال وكانت راقصة وكانت معروفة بالفساد ديالها اسموها سابرطة سابرطة هذي اه غاية في الجبال راقصة وقالوا لي حشوفي بغيناك تساعدنا وتمثلي معنا واحد الدور ان موسى انه قام بمراودتك وانه فعل بك كذا وكذا ونعطوك اللي بغيتي ديالي معنا هذا الدور قتل مدى بغيتي كذا ومن الدهم والفضة والقطع الدهمية قلنا نعطوك اللي بغيتي قلت مدى معكم فداروا واحد المكينة مثل تمتيلية جقرون الى سيد موسى عليه السلام جاء متظاهرا له بالمحبة والمودة فقال يا نبي الله موسى انت مدتي مدين يا والو سنين انت كتدعو الى الله وديما غادي بعصاك وغادي بالتيام ديالك اللي هي بسيطة والناس دروا الاموال دروا المناصب وانت مقى على حالتك وديما كانت دعو الناس كانت تعب يا موسى حنا غنعودك على الدعم ديالك ما تبقى اشتعب تبشاعد الناس حدا غنجمعوليك الناس عيوانا تبقى تدور في القرى وفي الأزقة وفي الشوارع وفي الأسواق لا خلك انت مرتاح حدا غنجموليك الناس حدا غنجموا واحد الصحة كميرة وغنروا فيها واحد الخشبة ونجمعوا الناس وديك الساعة اوعظهم يا موسى اعطيهم الوعظ وعطيهم الاوامر والنواهي وذكرهم بما أمرك به الله أن تبلغه كان قارون من الأوائل لدى ما يسمى منك لسان لسان ديك الخشبة اللي كي تجيبوا عليها الناس كون لهم وكي يطلع عندك اللي غيتكلم أو يخاطم أو يغني أو يرقص وعوض ما هو يمشى عن الناس الناس كي يجوا عندهم صوح الخشبة عظيمة ودع الناس وقدم لهم مشروبات باشي يقوم بالإثارة ديالهم ويجيوا فقال لموسى سوف يخاطمكم من اللي جمعوا الناس قال له يا موسى أخرج عليهم وعظهم كما تعظهم كان سيد موسى عليه السلام من اللي كي يجمع بني إسرائيل وكي يبغي يوعظهم أول ما كي وعظهم كي وعظهم بأن الناس يخافون من الله أول ما كي يبدع كي يقولون أيها الناس إن الله معكم يراكم ويسمعوا كلامكم ولا يخفى عليه شيء أبنكم خافوا ربكم إنه قوي ذو الجلال الجبار كي يبقى في الأول كي يتكلم على على الدات الإلهية ثم بعد ذلك سيد موسى عليه السلام كي يبدأ ينتقل إلى الأوامر الأوامر العبادات الطاعات الأمور اللي نتقرب بها إلى الله وندى المرضاته ثم كي يختم كي يختم بماذا كي يختم بالمنهيات كي يذكر ماذا الله عنه كي يقول لهم من سرقا قطعنا يده ومن زدى وهو غير متزوجين جلدناه وإن تزوج وزدى رجمناه حتى يموت كي يختم لهم الشريعة الشريعة للموسى وطبعا الشريعة للسيد موسى رأيان في عدة جوانب مشابهة للشريعة الإسلام في العقوبات فاليهود عندهم قطعوا يده الصارق وفي القرآن الكريم ربنا قال الصارق هو الصارقة فقطعوا أيديهما والزاني الغير المتزوج هو يجلد وفي القرآن الكريم الزانية والزانية فجردوا كل واحد منهما واللي هو يمحصن ومتزوج في السنة أنه يرجم الرجم البثة حتى الموت والعياد بالله فلما بدأ سيد موسى يخطم في بدي إسرائيل والنسكيب كي سيد موسى أعطاه الله الفصاحة والبلاغة لأن سيد موسى كان يتكلم في الأول وكان عنده مشكل مشكل في التبليغ في الحوار في اللغة في الصوت فدع الله تعالى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله تعالى غد يستجب له وغد يعطيه القدرة على الكلام فكان إذا تكلم أبهر والنس كي يبكيه كلام موسى عليه السلام كي يرجم القلب نبي الله الكليم يتكلم مع الله تعالى أعطى الله وحد الجلال أعطى الله وحد الهبة والنس اللي معاه من بني إسرائيل رأوا شافوا الذل والهوان مع فرعون وشافوا المعجزة الكبيرة يلضرب العصر وانفلق المحر في القتل شافوا المعجزات الماهيرات يعلمون أنه نبي لكن بينما هو ينصحهم وقال لهم من سرق قطعنا يده ومن زنى وهو غير متزوج جلدناه وإن تزوج وزنى رجبناه توقف فقارون قال لي يا موسى هذا الكلام لك تقولنا ما الآن للعقوبات وش هو عام من نس كلهم ولا خص ولنت مستقني وإذا كنت أنت يا موسى إذا كنت أنت لنزنيت ما هو مصيرك سيد موسى قال لي أعود بالله منك أنا لا أقرم الفواحش أنا نبي الله أنا طاهر قال لي يا موسى إن هناك من بني إسرائيل يزعمون أنك أنك في خلوتك تفعل الحرام وأنك فجرت مع العاصية سبرت هذه الراقصة فأفجرت معها قال لي أبدا أعود بالله من ذلك إني لا أقرم الفواحش فقارون غفضحوا أمام الناس الناس كلهم وقفين بالألاف يشوفوا هذا المشهد قال لي أدعوها إذا دعوها فجاءت المرأة وهي تبكي وهي جميلة تكشف عن عضقها وعن كتفيها وكتمشي واحد المشي تتير وضدر الناس وكتقال لهم لقد لقد تحرش بي موسى ودال مني رغبته وفعل بكذا وكذا سيدنا موسى تفاجئ من هذا الكلام الناس كلهم اشرابت أعناقهم منهم من صدق لأنك تممتل خطيرة وكان المشهد متقود ولسيدنا موسى ضحية فماذا يفعل بعض الناس قالوا أن يرجموا موسى بدأوا كي يزوا الحجارة قد يرجموه وهو نبي الله وهو كريم الله وهو المعصوم من عند الله سيدنا موسى بدأ يخاطم هذه المرأة قال لها انظر إلي انظر إلى عيني واستحلفها بالله الذي فلق البحر والذي أنزل التوراة أن تكون صادقة قال لها استحركك بالله يا مرأة قولي الحق قولي الحق واصدقي في القول استحرككم الذي فلق البحر وأنزل التوراة فإذا بالمرأة تنظر إلى عيني موسى وتشعر بالخوف وبالرعشة وتقول له عفى الله عني يا سيدي وإذا بها تقبل قدميه وتقول تبرأت مما نسب إليك يا نبي الله إنهم كذبوا ولقد غروني بالمال وأنا أحب المال فقال من غركي ضدرت إلى قارود قد هذا قال يا قارود أنت كنت معي وكنت من العباد والزغاد ودعون لك الله أن يغنيك فهذا هو الذي وصلت إليه فقال يا موسى إنك تريد أن تجبع المال إلى نفسك فبدأ الناس ينظرون ثم انصرف الناس الله تعالى خطم موسى أددك قال يا موسى هذا الرجل ظلمك أمام الملأ وهو قوي بماله وبزمانيته لكنك أنت الأقوى لأنني أنا معك الله قال له ربنا أدعو يا موسى بما تشاء أوحى إليه مر الأرض وأمر الأرض بما شأت فإنها مطيعة لك الأرض مطيعة أدعوها بالزلزل أدعوها بالبراقين أدعوها بالخسف فسيد موسى قال لا يا رب هذا الرجل أسائلي ولكن كان من أتباعي وكان من العباد الزهاد الصالحين لكن غنمه إبليس سيد موسى كان ينتظر من قارون أنه يندم ويتوم لكنه بعد ذلك قارون اختار يوم من الأيام المشهودة وخرج في موكب كبير يضم الآلاف من الخدم والحشم ولبسهم أجمل الثياب زين الثياب ووضع لهم الذهب والجواهر وركبوا على أفراسهم وعلى بغالهم وعلى دوابهم الدواب كانت تلبسوا الذهب والفضة والجواهر وبدأ يظهر قارون في أجمل الثياب وأفخرها بدأ مزهوم بنفسه الناس ينظرون إلى قارون ينظرون إليه ويقولون هذا الذي تحدى موسى بدأوا يقولون هذا محضون كما قال الله تعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم الناس لعقولهم ضيقة الناس لكيشوفون الجانب المادة فقط كالقام دائما يلهتون دائما ينبهرون يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم قال الذين يريدون الحياة الدنيا ثم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم توابوا الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا الصابرون بدأ الحوار بين الناس طبقة الشعب فئة من الصالحين يقولون هذا كله متاع الدنيا لكن أصحاب القلوب المريضة المتعلقين بالدنيا الزائلة بدأوا لعابهم يسيل لما رعوه بالنعيم قارون يمر في مسيره على مجلس لسيد موسى فأوقف الموكب وخاطبه يا موسى يا موسى أمان إن كنت قد فضلت علي بالنبوة فأنا قد فضلت عليك بالأموال أنت ربنا أكرمك بالنبوة أنا فضلت عليك بالأموال وبدأ يقاقه ويتكبر ويتجبر هنا سيدنا موسى سوف يدعو الله تعالى وربنا قال إن الأرض مطيعة لك بما أمرتها ستفعل فقال موسى اللهم يا رب العالمين مر الأرض فلتطعني اليوم فقال ربنا عز وجل هي مطيعة لك فقال موسى يا أرض خذيهم بدأ يدعي يا أرض خذيهم فأخذت الأرض قارون ومن معه من أتباعه إلى أقدامهم ثم قال يا رب إجعل الأرض تأخذهم فأخذتهم إلى ركبهم ثم إلى مداكبهم ثم قال يا رب أقبل بالكنوز والأموال جل فرعون فاهتزت الأرض تحت داره وما فيها من أموال ثم أشر موسى عليه السلام بيده قال يا أرض خذيهم فامتلعتهم جميعا هكذا قال الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فخسفنا به وبداره الأرض هذا كنت سمى العقاة العيد بالله الخسف كين هناك الزلزال كين هناك المركان كين هناك الخسف والعيد بالله وهنا سوف ابدأ ابن الحوار من جديد لما شفوا هذا المشهد المرعب وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن بد الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون بدأ الناس يرون بأم أعينهم ما الذي وقع هلك الله تعالى قارود ومن تم ربنا عز وجل قال تلك الضار الأخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين الضار الأخرة ربنا سوف يجعلها لمن عنده في قلبه الإيمان واليقين لا يحب الفساد ولا يحب الظلم ولا يعتنى للخلق حتى ولو جمع المال وملك الدنيا فالدنيا في يده ليست في قلبه جعلها الله لهؤلاء وبذلك ربنا عز وجل أعطانا هذه القصة ليبين سلطة المال المال سلطة ممكن أن يكون لك وإما أن يكون عليك فهدفي تنبيه إلى خطورة تعلق القلب بالدنيا كالقوم عن الناس ربما غاية حياتهم هو الحرص على المزيد من جمع المال والمال هو حطام الدنيا الزائل يجمعونه ولو كان لحساب دينهم ومبادئهم وربنا يخبر بأن هذه الدنيا ما هي إلا لهن ولعن وإن الضار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون هلك مال قارون وهلك أتباعه وهلك كل شيء وبقي الله تعالى حي قيوم هذه القصة أيها الأحباب الكرام تحكي عن فتنة المال وسلطة المال قصها ربنا علينا لنأخذ منها العبرة والعظة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة